بعد هجوم الحوثيين على منشأة نفط في مدينة جدة السعودية أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة الهجوم الذي وقع في الثالث والعشرين من الشهر الماضي وتسبب في نشوب حريق بخزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة أعضاء مجلس الأمن أكدوا التزامهم بالعملية السياسية الجامعة بقيادة وملكية يمنية وفق ما ورد في قرارات الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي مجلس الأمن دعا أيضاً إلى تطبيق اتفاق الرياض وإلى اجتماع الأطراف اليمنية على وجه السرعة برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتين جريفث لسد هوة الخلافات حول الإعلان المشترك ويتعلق الإعلان المشترك بوقف إطلاق النار في كافة أنحاء اليمن ووضع تدابير إنسانية واقتصادية بالإضافة إلى استئناف عملية سياسية شاملة للجميع لإنهاء الحرب وبشأن التقييم الجديد لوضع الأمن الغذائي في اليمن أبدى الأعضاء قلقهم بعد أن أظهر التقييم أن 13.5 مليون شخص يواجهون بالفعل عداماً حاداً المسددة قبل نهاية العام وإعلان مساهمات مبكرة في العام القادم لتجنب الإغلاق الوشيك لبرامج الأمن الغذائي في الأمم المتحدة